تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد على قناة سلبي سبورت في اليوتيوب حلقة اليوم اخترتها خفيفة قصة خفيفة من قصص الجمعة ربما متأثرا بأنه في جولة دولية فبالعادي الأدرنالين بصير عند جمهور كرة القدم الحالي أقل قصة اليوم عن أسرع إقالة مدرب في التاريخ مش مباراة ولا يومين ولا ثلاث عشر دقائق كانت كافية للإطاحة في هذا المدرب في نادي اسمه توركي يونايتد بلعب في إنجلترا بالعادي بالدرجات المتدنية وفي لاعب سابق في البريمير ليج تحول لمدرب اسمه ليروي روسينيور ليروي روسينيور هو اللاعب مع فرق مثل فولهم وستهم كوينزبارك رينجرز لكن كمدرب ما له بصمة واضحة إنجليزي جنسي سيلاريوني الأصل لمستوى أنه كان ماشي بأنه إنجليزي لفترة طويلة ثم مثل منتخب سيلاريون في مباراة أو مبارتين أعتقد كان قد درب توركي يونايتد في 2002-2006 قبل ما يستقيله وقبل ما يستقيل كان عامل بحهم إنجاز موصلهم للليجوان في تصنيفات الكرة الإنجليزية وهذا كان يعتبر إنجاز كبير بالنسبة لهذا النادي لكن بعد ما استقال الفريق رجع هبط وفي 17 مايو 2007 تم تعيينه من جديد حالة إيجابية المدرب جاء المدرب اللي كان ناجح معنا اللي مسيطر على الفريق في الماضي رجع مؤتمرات صحفية فرحة وبعد 10 دقائق خبر غريب جدا شكرا لرويرو سينيور قدمت الكثير للفريق في 10 دقائق حتوحشنا حبيب قلبي مع ألف السلامة من دول القصة ببساطة في لحظة المؤتمر الصحفي والإعلان عن هذا المدرب الجديد كان النادي وإدارته عم بتوافق على بيع النادي لمجموعة من المستثمرين ومجموعة المستثمرين جايين معهم مدربهم هذا المدرب البديل كان اسمه بول باكليف وريسونيور بيتكلم مع بي بي سي مباشرة بعد إقالته بأكم من يوم في 2007 ويقول أنا كنت عارف لو إجت إدارة جديدة وملكية جديدة حيمشوني ويجيبه مدربهم هذا كان مألوف وطبيعي في الكرة الإنجليزية وقتها لكن ما توقعت أبدا أن الموضوع يكون أعمل مؤتمر صحفي وأخلص مقابلاتي الصحفي وبعدين أروح على بيت صحيفة تليغراف عام 2016 وصفت الإقالة هذه بإنها ضمن أكثر الإقالات إهانة في تاريخ كل القدم وقالوا عنه وكأنهم قالوا له أهلا وسهلا الله معك مع السلامة بالضبط هذا تخيلها كان للموضوع ولكن خلوكم مع كلمة الأكثر إهانة لأنه حنرجع لها في كلام روسينيور في النهاية ومجلة 442 الإنجليزية الشهيرة صنفت هذه الإقالة ضمن الأشهر في التاريخ رغم أنه لا اللعب مشهور ولا الفريق مشهور ولا اللعب كمدرب أيضا مشهور دورت أكثر على القصة عشان ألقى شوية تفاصيل زيادة عن اللي مكتوبة فلقيت في ساوند كلاود عام 2017 بودكاست لاروسينيور مع صحيفة دي جاردين سألوا عن القصة وقال فيها أنه يعني أنا بختلف مع اللي بصنفوها إنها إيهانة لأنني أنا شايفها شيء كوميدي مضحك اللي حصل في خلال المقابلة ترك لما احتلمحات أنه ربما تدافع لذلك كان يكون خلفه مسألة العرقية مسألة العنصرية على الأغلب بس ما حكاها بصراحة لكن في ناس في التغريدات في السوشيال ميديا لو دوروا أكثر حتلقوا بعض الناس بلمحوا لهذه النظرية إنه أقيل بهذه السرعة لأنه أسمر البشر روسينيور بيكمل في البودكاست وبيقول الموضوع بالنسبة لي أنا كوميدي الموضوع بالنسبة لي شهرني أنا عمري ما كنت حانا عارف كم مدرب والناس تتذكرني 10 و 15 سنة بعد مسيرتي إلا بهذا الإنجاز الآن لو دور على جوجل أغرب الإقالات بطلع أنا لو دور على جوجل أسرع الإقالات بطلع أنا فالناس تضطر تقرأ عني تعرف مين أنا كلاعب كرة قدم ففعليا أنا بشكر اللي أقالوني بعد 10 دقائق لأنه بخلوا الناس تذكرني وبيختم كلام بقول للعلم دفعوا لي المقابلة القانوني لأي إقالة في الدنيا حسب القانون وحسب العقد يعني الرجل 10 دقائق خذ فلوسه وانشهر إلى درجة إنه أعتقد كثير ناس منا ما بيعرفوا لا نادي توركيو جنايتد ولا روسينيور ومع ذلك بنسمع عنه القصة اليوم بنوصل هنا هي حلقة قصة الجمعة بدي منكم في التعليقات تطلبوا قصص أكثر فترة الجاية حيكون عندي وقت أكثر وخلي عمل كثير قصص نجهزها ربما لأنه كل الطلبات تتلبى إن شاء الله كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر إنستغراب بروري جدا نتابعوني على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله